موسيقى 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 مزير واصحة خالد ايت الطالب يكشف حقيقة خصص المسجل في بعض الأدوية المصرية. دوليا موسكو تؤكد استسلام أكثر من ألف جندي أوكراني في ماريوبول. وبايدا يتهم بوتين بابتكاب إبادة جماعية في أوكرانيا للمرة الأولى منذ بدء الهجوم الروسي. في رياض ريال مدريد يثأر من تلسي ويجريده من اللقب في عياب ربعين نهائي لدولي بطال أوروبا. عمتمان مساء مشاهدين نشطنا أخبرية جديدة من كاب 24 بطنجر. أهلا بكم. البداية كالعدم من المغرب حيث أطلقت الحكومة مثام سياتورتا. برنامج فرصة لتشجيع العمل المقاولاتي الذي من المقرر أن يستهدف عشرة آلاف من حاملي المشاريع في جميع قطعات الاقتصاد مع ضمان مبادئ المساوات الجاوية والمساوات بين الجنسين. وترأست الحفل وزير التسيحة وصناعة تقليدية والاقتصاد التضامني والاجتماعي. فاطمة زهراء عمور ويونسي سكوري وزير الشغل ومحسن الجزولي. الوزير المنتدى بالمكلف بالاستمار والتقائية وتقييم السياسة العمومية ورياض دمزور وزير الصناعة والتجارة. يذكر أن الحكومة قامت في مارس الماضي بإطلاق برنامج فرصة بتخصيص غلاف ماليا لهذا البرنامج. يصل إلى أزياد من مليار درهم برسم عام 2022. يهدف إلى مواكبة عشرة آلاف من حاملية المشاريع في جميع قطاعات الاقتصاد. بالمغلب دائما فدى وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد أيت الطالب أمس يتولى أن الوزارة تعاقدت بصفة مستعجلة على اقتناء كمية كبيرة من الأدوية المستقلصة من البلازمة عبر تقنية جد متطورة غير متوفرة حاليا في المغرب لتعزيز جهاز المنعة خاصة لدى الأطفال الذين ليس لديهم ما يكفي من الأجسام المضادة. وأبرز أيت الطالب ردا على سؤال شفويا حول القطاع أو انقطاع بعض الأدوية المصرية من مراكز تحق الدم والمستشفيات العمومية. تقدم به الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين. أن الوزارة تدخلت بصفة مستعجلة وسرعت إلى التعاقد على اقتناء كمية كبيرة من هذا الدواء من الشركة المصنعة وقامت بعد استشارة كل الفورقاء المعنيين بالأمر وعلى رأسهم جمعية هاجر لمصاعدة المصادين بضعف المناعة الأولى بإصدار قرار وزاريا لتأطيق عملية التموين خلال الست أشهر القادمة. وقال إن هذه الأدوية عرفت صعوبات مؤقتة أثرت على تواجدها ببعض مراكز تحقن الدم بسبب محدودية كمية الدم المتبرع بها خلال الفترات الأخيرة من السنة. سواء بالمغرب أو ببقية دول العالم. وارتفاع الطلب عليها بسبب الجائحة. وكذا حصول أعطب تقنيا بشركة مصنعة لها بفرنسا مما أدى لتخور كبير في عملية التصنيع والتموين. وبفرنسا قالت مرشحة اليمين المتطرف في دور النهائي من الانتخابات الرئاسية الفرنسية مارين لوبان إنها تنوي في حال فازت بالرئاسة الاستجابة لمطلب وقف ذبح الحيوانات على طريقة اليهودية والإسلامية. أضفت لوبان في مؤتمر صحافي أن ذلك لا يعني منع بيع اللحم الحلال لأنها سترخص باستراد اللحوم التي يتناولها المسلمون واليهود. من جهة أخرى جددت مرشحة أقصى اليمين الفرنسي عزمها على محاربة ما وصفتها بالإدولوجية الإسلامية الشمولية. عزمها على حضر الحجاب أيضا. من جانبه زعم رئيس الفرنسي أن لوبان تريد بشكل غير معلن أن تخرج البلاد من الانتحاد الأوروبي. وقال في مقر حملته عقب الإعلان عن نتائج الأولية للاقتراع إن مشروعه أفضل بكثير من مشروع أقصى اليمين. في إشارة لمنافسة لما التي سبقا هزمها في انتخابات عام 2017. دوليا دائما اتهم رئيس الأوكراني فلودي مرزلينسكي اليوم الأربعاء في خطاب القهوة أمام برلماني استونيا. اتهم روسيا باستخدام قنابل فوسفورية في أوكرانيا وباستخدام أسليب لترويع المدنيين. وفي ماريو بول نقلت رويترز عن عمدة المدينة أن 21 ألف مدني من السكان قتلوا منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا. وضف عمدة ماريو بول أن القوات الروسية أحضرت محارق جثة متنقلة لأحرق جثة الضحايا في المدينة وفقا لوكانة أسوشيت بريس. وكشف عمدة المدينة أن القوات الروسية نقلت العديد من الجثة إلى مركز تجاري تتوفر فيه ثلاجات ومخازن تبريد. متهم أن الجيش الروسي بعرقلة القوافل الإنسانية المتجرة إلى المدينة لإخفاء ما ارتكبه من عمليات قتل هناك حسب قولهم. جاربها قالت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها أحبطت محاولة فرار نحو مئات جندي أوكراني من مدينة ماريو بول. كما أكدت تدمير منشآت عسكرية بينها مستوضع لذخير في كيف باستخدام صواريخ وصفتها بأنها فائقة الدقة. هذا ووجه الرئيس الأمريكي جو بايدن اتهامات لنظيره الروسي بلاديمير بوتين بارتكاب إبادة جمعية في أوكرانيا وتعتبر هذه تصليحات غير مسبوقة منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا. أما في الرياضة فقد نجح نادي ريالا مدريد الإسباني في تجريد ضيفه تشيرسي الإنجليزي ملقى بمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم رغم خسرت أمامه بهدفين مقابل ثلاثة مسياترة على ملعب سانتياغو برنبيو في مدريد وبلغ ريال مدريد نصف النهائي بعد الشرطاني الضافيين في دور ثمانية من المسابقة وتأهل نادي الملك للدور المقبل بتفوقه بخمسة مقابل أربعة في مشموعة المبارتين بحيث فاز دهبا بثلاثة مقابل واحد قبل أن يخسر في العودة بهدفين مقابل ثلاثة أخبار رياضة مشاهدينا نختم وإيكم هذه الشولة الأخبارية دائما لمزيد من أخبارنا وإخبار العالم زروا مقعنا الإلكترونيكا بفكة طعام تحية لكم إلى الغدين إلى اللقاء اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر